الفن السينمائي الفترة اللي فاتت سمعنا عن فيلم قرن وستة أعوام وده فيلم مصري من الأفلام القصيرة من إخراج وتأليف محمد ناصف وبددور قصته حوالين القضية الفلسطينية وده بدون أي ترتيب يعني الفيلم منتج ودخل مهرجانات قبل ما تحصل الأحداث الجارية في قطاع غزة الفيلم ده تم الهجوم الشديد عليه جدا من الإعلام وصحف الإسرائيلية فجأة لأنه تقريبا بيمس الاحتلال وعدوانه الغاشم على قطاع غزة وده طبعا نظرة لأنه مبني على اللقاء التخيلي اللي دار ما بين هتلر وهو حوار دار ما بين هتلر ومفت القدس في سنة 1941 لكن بيدور حوالين قصة خيالية من نسج المؤلف والمخرج في لقاء يدور ما بين حفيد هتلر وما بين حفيد الحسيني وهو كان زعيم اللي حصل للقاء بينه وبين هتلر في الفترة اللي احنا قلناها 1941 عن الوعد الحق وما يدور داخل الأراضي الفلسطينية والقضية الفلسطينية احنا معانا مخرج ومقال في الفيلم الأستاذ محمد ناصف على التليفون أستاذ محمد أهلا بيك معانا يا فاند أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك ألف مبروك الأول على الجايزة الجايزتين أهم تلات جواز تلاتة أنا ياسم أهل جايزة لجنة تحكيم وأفضل مبارسل في عمان والجايزة اللي هي الرئي الفودي في ماردان تونس أيام القيروان السينماية تمام أهلا مهرب الفكرة يعني هي فكرة قديمة حديث يعني انت ربطت المئة سنة وستة مئة وستة بالزبط لقاء تامن مئة وستة سنة وبتتخيل مش من مئة وستة سنة لكن قرنة وستة عام جاية من وعد بلفور وعد بلفور من مئة وستة سنة إيه بقى جات لك الفكرة ونفستها والتعامل إزاي مع الهجوم الحاصل دلوقتي على الفيلم هو الحقيقة يعني كان أنا كنت أحابب بأن أنا أعمل فيلم عن فلسطين عموما لما شفت كانت أحداث شاب كان فيه حدث يعني شاب صغير شوية ستتاشر سنة في فلسطين مش متذكر اسمه اسمه يعني فده اللي هو وجه مسدس أو زي اسباحة على جهود يعني في كنيسة في فلسطين وماتوا فلما قرأت عن الشاب لقيت الشاب مش مش مقاوم ولا تابع لأي جماعة أو مقاومين أو كده فهنا جبت لفكرة الفيلم اللي هو أنا لازم أعمل فكرة عن جينات أو الجيل الجديد من الفلسطينيين والاحتلال في نفس الوقت فالفيلم تحت يعني ما بين فيه ستوجن كده للفيلم اللي هو الحجارة أصبحت مودة قديمة فنبقيتش الحجارة هي الهدف الأساسي لأي مقاوم دلوقت فبحثت عن تاريخ فلسطين كله عجبني قوي شاديني قوي الموضوع إن فيه حد عربي قابل أدولف هتلر في يوم العيام فأكشلي دي حاجة مهمة جدا يعني كان لازم إن احنا اللي هو الزعيم محمد أمين الحسين الشيخ محمد أمين الحسين فجاتني الفكرة من إن هو أنا عايز يعني هما لما تكلموا كان بيتكلم إن هتلر بما إنه كان بيعمل حاجة معينة في أوروبا فنعمل ده في فلسطين وفي نفس الوقت ستعترف إن فلسطين دولة عربية مستقلة قدام الأوروبيين كلهم فأنا خدت الفيلم في حتة تانية خالص خدته إن الأحفاد ماذا لو الأحفاد اتقابلوا في الوقت الحالي يعني ودار اللقاء كله عني أنا في الفيلم إن مش بقى مش التاني عن إن هو بيطلبه إن هو ينفذ وعد جده وهو النصف التاني من الوقت اللي هو الاعتراف بإن فلسطين دولة عربية مستقلة تطابق الأحداث أه أتفضل أفضل الايه؟ الأحداث اللي بتحصل دلوقتي لما بنحطها جنب الفيلم كأن الفيلم اتعمل بعد 7 أكتوبر بالزبط لكن هو اتعمل إبريل أيما أنا عارف أكيد لأنه يعني داخل مهرج بالزبط فالهجوم اللي قام هي فكرة الشيخ محمد ويني الحسيني وهتلر طبعا هتلر يعني اسمه أصلا بالنسبة لهم يعمل مشكلة كبيرة فهما ما شفوش البوستر أو ما شفوش عظم الفيلم هما شافوا البوستر وشافوا التريلر بتاع الفيلم وقام بقى هجوم فظيع وبدوا بقى يدعوا حاجاته وبدوا يقولوا إن إحنا بنقول في الفيلم إن إنتوا بتعملوا في الفلسطينيين زي ما هتلر عمل زمان يعني فيه هناك في أوروبا فالفيلم ما بقولش كده تماما والفيلم ما ليوش دعوا بأيدي أنا وأنا طرحت قبل كده في القناة يعني إلا الفيلم ليوش دعوا باليهود تماما وإحنا لنا أصدقاء ومعارف يهود مصريين في مكان تاني في أي مكان تاني ممكن يكونوا ما بيعترفوش كمان دا دولة إسرائيل هما ضد الحرب فهم أخدوا الموضوع يعني علشان يزودوا هولا الموضوع أخدوا موضوع في حتة الديانة واليهود وبيتكلموا إن إحنا نمشي دا مش جديد ولا مستبعد يعني لكن أنا بحييك جداً للمرة التانية ويعني ألف مبروك على الثلاث جوائز رباح لي وأنا بعتبر الدعاية اللي عملوها دي أنا هتفرج على الفيلم بقى واشوف ربنا يخلي حضيتك وأتمنى إن شاء الله يتعارض في مهارجانات في المصرح إن شاء الله وتكسب وتستمر أعمالك الرائعة دايماً في تقدم وتحصد العديد من الجوائز أنا بشكرك جداً الشكراً للمحادي أستاذ محمد ناصف مؤلف ومخرج فيلم قرن وستة أعوام